البشت النسائي ظهرت تقليعته في السنوات الأخيرة بأشكاله الزاهية وألوانه الملفتة جذبت السيدات نحوه وأصبحنا لا يستغنين عنه البشت النسائي أنا أعتبرها البديل للعباية الحين خصوصا أننا نقدر نلون فيها وبنفس الوقت تكون ساترة ومحتشمة وتعطي لك شديد رستيج حق الوحدة وطبعا ما يحتاج نقول أن الكويتيات شكثير قاموا يتفننون في إبداع خطوط جديدة حق البشت النسائي مناسبات عدة تستخدم حواء به البشت وتتباهى به بأنها مميزة في الوقت الذي أصبح فيه البشت الرجالي مجرد شكل تراثي يعاني سوقه من الركود تقريبا الآن الواحد ما قام يعني ما أحد قام يشتري مول كل فيه ناس تشتري قلت شذا أرس في يوم وممكن أعطي حق أخوي وخوي الثاني ممكن أولد أمي وفيه ناس يقولون مثلا خلاص هي ليلة واحدة أعجر البشت ورجع ثاني يوم يعني ظهور البشت النسائي في الكويت جعله سوقا خارجيا لدول الخليج العربي خاصة قطر والإمارات في حين تختلف الخامات المستخدمة في حياكته حسب المناسبة في الزري بالذات يعني يكون دقة إماراتية في دقة سعودية في حساوية في كويتية يعني كل تغريبا دولات تتميز بدقة معينة بس بالأخير كلنا قاعدين نلبس من بعض تغريبا من كل دول الخليج يعني قاعدين طلبات وحتى مو بس انهم يقامون يشترون من عندنا قمنا حتى ندز لهم يعني تي أوردرات وندز المساواة بين الذكر والأنثى وصلت حتى في تقليد الملبس والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بقي يا حواء؟